موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة التاسعة من دور التعليم برنامج وورد الاحترافية نبتدي المحاضرة بتعليم شيء مهم في برنامج وورد ألا وهو الرأس والتذيل الرأس والتذيل هو من الأمور المهمة في العمليات الإخراجية سواء كان إخراج الكتب أو المجلات الرأس والتذيل لو قسمنا الصفحة إلى ثلاثة أقسام الجزء الأول هو الرأس وجزء الثاني هو متن الصفحة وجزء الثالث هو ذيل الصفحة ذيل الصفحة أي أنه أسفل الصفحة ورأس الصفحة يكون في أعلى الصفحة نأخذ مثال على ذيل أو رأس الصفحة تلاحظون مثلا هذا كتاب تعليم برنامج وورد لا تلاحظون أنه أكو بالجزء العلوي بهالمكان تقريبا بالأعلى هذا الجزء العلوي اللي هو رقم الصفحة وعنوان الكتاب والمؤلف يتكرر في جميع الصفحات هل من المعقول أنه نصنع هذا الجزء في جميع الصفحات أكيد لا نصنع أو نصمم الرأس في صفحة واحدة والبرنامج راح يكررنا هذا الرأس على جميع الصفحات المستند أو جميع الصفحات المقطع مثال آخر مثلا هذا الشكل تعليم برنامج ويندوز تلاحظون أنه هذه العملية على شكل رأس على شكل صورة ويتكرر في الصفحات أو في جميع الصفحات الكتاب فحتى أنشئ الرأس أكو خطوتين أو طريقتين الطريقة الأولى أضغط دبل كليك في الجزء العلوي وأكتب مثلا دورة تعليم برنامج جورد الإحترافية طبعا حتى أنهي عملية تحرير الرأس أما من خلال إغلاق الرأس والتبيل أو أضغط دبل كليك في منطقة المتن طبعا راح ألاحظ أنه هذه العبارة اللي أنا كتبت راح تتكرر في جميع الصفحات ومثل ما تلاحظون لو جيت صغرت المستند راح ألاحظ أنه جميع الصفحات راح تتكرر بها الرأس اللي أنا صنعتها قبل شوية طبعا أقدر أنسق الرأس أرجع أضغط دبل كليك ومن الصفحة الرئيسية أمطي مثلا بولد لون أحمر أكبر حجم الخط توصيط وأرجع حتى أنهي عملية التحرير يأما من تصميم إغلاق الرأس والتبيل يأما دبل كليك على المتن وألاحظ أنه عملية التنسيق راح تجرى على جميع الصفحات طبعا هذا فيما يخص الرأس فيما يخص الذيل أو عمليات التبيل أضغط دبل كليك في منطقة الذيل أو في الأسفل الصفحة وأكتب مثلا إعداد المدرب ضهر بالستار وطبعا أقدر أنطيها مثل ما تعلمنا بولد أكبر حجم الخط وخط أحمر أو مثلا خط أخضر وتوسيط طبعا أقدر أكبر حجم الخط بعد وحتى أنهي عملية التحريري أما من تصميم وإغلاق الرأس والتبيل أو دبل كليك في المتن طبعا راح أختار من إغلاق الرأس والتبيل ألاحظ أنه جميع الصفحات راح البرنامج ينشئلها ذيل للصفحة أسا ممكن واحد يسا يقول إحنا نطعينا لون أحمر بلون غامق ليش طلع اللون الأحمر باللون الفاتح طبعا البرنامج عنده إنهاء عمليات التحرير راح يخفيلي أو يبهتلي اللون أو يخففلي من شدة اللون يراعيلي سلامة العين حتى العين لا تكون مشتتة ببروز اللون في الرأس والتبيل يعني الناحية الفنية الأمر فني بالطبعه راح يطلع اللون واضح كما عملناه بالتصميم أنا فيما يخص الرأس والتبيل ممكن إحنا نعدل على أي صفحة طبعا أنا في هذه الصفحة راح أعدل أختار مثلا أكتب دورة برنامج وورد دورة برنامج وورد الورد راح تكون إنجليش وإغلاق الرأس والتبيل ألاحظ أنه التعديلات راح تتم على جميع الصفحات نقدر ندرج صورة ويكون الرأس والتبيل على شكل صورة يعني شلون؟ يعني مثلا من إدراج صورة وأختار مثلا الصورة اللي أنا أريدها مثلا بالدسكتوب هذه الصورة طبعا ألاحظ أنه الصورة اللي أنا ضفتها راح تتكرر في جميع الصفحات كشعار طبعا أقدر أنا أزغر حجم الصورة أقدر أتحكم بي مكانها نعم نقدر مثل ما تعلمنا نضغط كلك أي من على الصورة ومن ثم التفاف الناس ومن ثم أمام الناس حتى نقدر نتحكم بي الصورة بي المكان اللي إحنا نريدها مثلا نخليها على اليمين أو على اليسار أو بي المنتصف وأقدر أزغر حجمها وألاحظ أنه طبعا حتى أنهي عملية التحرير من تصميم وإغلاق الرأس والتدير راح ألاحظ أن الصورة راح تكون في جميع الصفحات وإن شاء الله إذا أخذنا تطبيق تصميم مجلة أو تطبيق تصميم كتاب راح نراويكم الشيء نصنع رأس احترافي جدا إن شاء الله في المحاضرات القادمة طبعا فيما يخص الذيل أيضا نقدر نصنع فتصورة معينة وليكن أو نصنع فتصميم معين وليكن أنا راح أصنع عنوان المؤسسة طبعا أكبر حجم الورقة ومثلا مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة في تصميم وصل احترافي أو فاتورة نقدية احترافية راح أختار بلا مخطط تفصيلي وأقدر طبعا حتى أكتب بداخل هذا الشكل أضغط كليك أيمن وأختار إضافة نص وأكتب مثلا العنوان ونكتب عنوان المؤسسة وحتى انهي عملية التحرير طبعا ممكن أقدر أصغر عرض أو ارتفاع الشكل ومن تصميم إنهاء الرئيس والتحرير إنهاء الذيل راح ألاحظ أنه الشكل اللي أنا ضفته راح يتكرر في جميع الصفحات مثل ما تلاحظون في هذه المنطقة طبعا حتى أنهي الرئيس وحتى أزيل عملية الرئيس والتحرير طبعا أقدر من إدراج والرئيس وإزالة الرئيس ومن تحرير إزالة التحرير هذا فيما يخص الرئيس والتحرير فيما يخص الأمر رقم الصفحة رقم الصفحة طبعا حتى أضيف رقم للصفحة سواء أني عندي بحث أو كتاب أو مجلة أريد أضيف الأرقام للصفحات يأما أعلى صفحة يأما أسفل الصفحة والبرنامج راح يعني يطينا خيارات إذا كان في الأعلى أو إذا كان في الأسفل إذا كان في الأعلى مثلا يكون بشكل رقم مصمت على اليمين أو مثلا طبعا أو مثلا رقم مصمت في الوسط رقم مصمت في اليسار مثلا هنا عندنا هذا الشكل اللي هو كتابة كلمة الصفحة وبجانبها على اليمين الرقم كتابة الصفحة وبجانبها على اليسار الرقم مثلا الصفحة واحد من عدد مثلا معين عدد المستند كله مثلا الرقم يكون بداخل دائرة الرقم يكون بداخل مربع ومستطيل طبعا هاي كلها أشكال للأرقام ومجرد أمور فنية الرقم يكون بين قوسيا مثلا وخاط الرقم يكون حجم كبير الرقم مثلا يكون بشكل عمودي أو أفقي وهكذا مثلا راح نختار هذا الشكل اللي هو الرقم يكون على بشكل دائرة وطبعا حتى أختاره وأفعله بس أضغط كليك وأغلاق الرأس والتذيل ألاحظ أن هذا الرقم راح يتكرر على كل الصفحات هذا فيما يخص الرقم بأعلى الصفحة طبعا حتى أزيل أو ألغي العملية الترقيم من خلال إدراج رقم الصفحة وإزالة أرقام الصفحات وطبعا أقدر من رقم الصفحة راح أختار في أسفل الصفحة أيضا نفس الخيارات اللي موجودة بالأعلى نفسها موجودة بالأسفل مثلا راح أختار هذا الخيار ولاحظ أنه الرقم راح يكون في نصف دائرة أو بمنتصف الدائرة بأسفل أو بمنطقة ذيل الصفحة طبعا خيارات الترقيم من إدراج رقم الصفحة تنسيق أرقام الصفحة طبعا عديد تنسيقات مثلا يأما 1-2-3 يأما مثلا شارحة 1 شارحة 2 يأما ألف بأتاء يأما مثلا ألف بأجيم أو ABCD مثلا ABC وموافق راح لاحظ أنه الترقيم راح يكون ABC طبعا في بعض الأحيان نحتاج أنه الرقم ABC أو ألف بأجيم كرسائل وطروحات الدراسات العليا طبعا عادة تكون الأرقام في أما ذيل الصفحة أو في رأس الصفحة في حال أنه لو أردت أن أخلي الرقم يكون بالمتن في هذا الجزء مثلا في منتصف الصفحة أروح على إدراج مربع ناص مثل ما تعلمنا وندرج مربع ناص وليكن هذا مربع ناص طبعا مثلا أمطي بعض التنسيقات وليكن هذا الشكل وأضغط في داخل المربع وبعدها أروح على إدراج رقم الصفحة الموضوع الحالي وأختار هذا الخيار اللي هو رقم عادي ألاحظ أنه الرقم صار عدي بشكل ABC طبعا حتى نرجع رقم الصفحات 1-2-3 نروح إلى رقم الصفحة ومن تنسيق أرقام الصفحات نختار 1-2-3 وبعدها نختار من رقم الصفحة الموضوع الحالي ورقم عادي رح ألاحظ أنه الرقم صار لي بشكل عادي وأقدر أتحكم بي بكل بساطة من خلال هذا الخيار طبعا أقدر أستنسخ عملية الترقيم يعني أقدر نسخ ولسق وأقدر أنقل الرقم في الصفحة الثانية وأضغط كليك أيمن وأختار تحديث الحقل أنه رح يصير عادي رقم اثنين وطبعا وهكذا أقدر أنقل الأرقام إلى الصفحات الأخرى وأحدد الرقم وكليك أيمن وأختار تحديث الحقل وهكذا رح تتكرر عادي الأرقام بشكل مخصص طبعا في حالة وردت أخلي الرقم يكون في داخل صورة أو فيه على شكل أو بمنتصف الصورة لتعطي رونق جميل إلى الرقم طبعا نضيف رقم الصفحة فيها الأعلى بالمنتصف أو في النهاية اليسرى أو النهاية اليمنى بأي مكان نختار وليكن من إدراج رقم الصفحة وأعلى صفحة رح أختار مثلا بمنتصف مثلا ممكن نكبر رقم الصفحة نخليه مثلا 14 أو 16 بعدها نضيف الصورة ندرج الصورة أما نقدر منها مباشرة نكليك أيمن على الصورة أو نحفظها نقدر نحفظ الصورة وندرجها بشكل إدراج أو من خلال إدراج بشكل طبيعي بعدها رح ألصق الصورة اللي يعني نسختها وأصغر حجمها وأضغط عليها كليك أيمن وأختار من التفاف النص رح تكون أختار خلف النص أختار خلف النص حتى تكون هي خلف الرقم باعتبار أن الرقم هو جزء من النص حتى الناس يكون بالأمام وهي تكون بالخلف وأخليها مثلا بهالمكان بالمنتصف رح ألاحظ أن الرقم صار بمنتصف هذه الصورة ومن ما يعطي رونق جميل إلى المستند طبعا نقدر كل ما نضيف ورقة جديدة نلاحظ أن هذه الزخرة فرح تتكرر وضيف لنا الرقم اللي إحنا أدرجنا مثلا في هالمكان رح ألاحظ أنه رقم أربعة بمنتصف هذه الزخرة فرح هذا فيما يخص الترقيم الصفحات وطبعا موضوع بسيط جدا فقط يحتاج لبعض الذوق والتنسيق بالألوان طبعا عدنا موضوع اللي هو الورد آرت الورد آرت هو نص زخرة فيه طبعا نفسهن الأنماط اللي متوفرات بالصفحة الرئيسية هذه الأنماط نفسهن متوفرات في صفحة إدراج طبعا بعض الأخوة والأخوات سألوني أنه ما موجود عدنا الأنماط في الأوفيس 2007 نعم الأنماط في الصفحة الرئيسية نضافا بالنسخة 2010 فما فوق وطبعا اللي ما موجودات عنده في المجموعة خط أو في الصفحة الرئيسية يقدر يضيف الأنماط من خلال إدراج وورد آرت نفسهن هذه الأنماط موجودة وليكن هذا النمط طبعا هنانا رح ينضاف النمط على شكل مربع نص ونقدر نتعامل وياه كأنما نضفنا مربع نص أو نقدر نتعامل وياه النمط كما نتعامل مع المربع النص وأكتب مثلا بها عبدالستار وألاحظ أنه أقدر أتحكم بالنمط كما أتحكم بمرضع النص وطبعا أقدر من خلال تعبئة الشكل يكون بلا تعبئة ومن مخطط تفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي وأتحكم بالنمط مثل ما أنا أريد هذا فيما يخص الورد آرت بالضبط نفس ما شرحنا بالأنماط نفس هذه الأشكال هي متوفرة من خلال قائمة إدراج أو تبويب إدراج وورد آرت في هذه المحاضرة تكلمنا على بعض الأوامر اللي هي الرأس والتذيل ورقم الصفحة والورد آرت وهذه المحاضرة راح تكون بدون واجب يعني فقط للإطلاع يعني تطلعون على هذه المحاضرة وتتعلمون الأوامر اللي شرحناهم بها ولا يوجد تطبيق كما نوهنا نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه موسيقى